اشتركوا في القناة المشكلة تنحل الآن نجتمع على كلام الإمام الصادق المشكلة تنحل نجتمع على كلام الإمام علي بن أبي طالب المشكلة تنحل لكن الناس خالفوا مثل زمان الرسول في زمان الرسول ألم يكن المشركون يقاتلون المسلمين أكثر الناس كانوا في ضلال لماذا؟ لأنهم رفضوا الحجة المشكلة فيهم رفضوا الحجة لو يقبلون الحجة المشكلة تنحل في زمان الإمام أمير المؤمنين لو الناس قبلوا هذه الحجة الله نصب الحجة لرفع الخلاف قالوا زين احنا نقبلك أنت ترفع الخلاف إذا أخذوا بكلام الخلاف ينتهي في مسائل الدين لكن رفضوا وبسبب رفضهم صار الخلاف فالمشكلة منهم وحجة الله تامة لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الله أرسل الأنبياء ليرفعوا والاختلاف لكن الناس لشقاوتهم ولشقائهم أكثرهم رفضوا الأنبياء المشكلة من الناس مثل ما إحنا الآن في هذه المدينة توجد أمراض كثيرة زين تجي الحكومة في هذه المدينة التي فيها أمراض كثيرة تبني مستشفى وتجعل أطباء وتعطي الأدوية مجانا العلاج مجاني الذهاب إلى المستشفى مجاني زين إذا الناس لم يذهبوا إلى المستشفى هنا بعد مو مشكلة الدولة مشكلة الناس إذا المرض بقي ليست مشكلة الدولة التي بنت المشفى وجاءت بالأطباء وأعطت الأدوية مجانا مشكلة الناس الله سبحانه وتعالى لطفه أن يرسل الأنبياء للناس إذا الناس لم يتبعوا الأنبياء المشكلة فيهم أما الحجة تامة بعد الرسول محمد صلى الله عليه وآله الله سبحانه وتعالى عين الأئمة إذا الناس كانوا يقبلون كلام الرسول في تبليغه بإمامة أمير المؤمنين والأئمة من بعده لارتفع الخلاف لكن لم يقبلوا كلام الرسول صلى الله عليه وآله وخالفوا الكلام فلذلك بقي الاختلاف فأكو فرق يعني مرة إحنا نقول الله سبحانه وتعالى جعل الرافع للخلاف القرآن والسنة نقول حتى إذا الناس أرادوا الحق بدون العترة لا يرتفع الخلاف بينهم لأنه شنو المحكم شنو المتشابه شنو هو التفسير الصحيح هذا ما يقدرون يشخصوه الآن في زماننا ما هو الصحيح من السقيم من الأحاديث إذا أنت الآن تراجع تشوف مثلا الآن صحاح السنة الكتب الستة وغيرها وتراجع علمائهم اختلاف شديد في الرجال وفي التصحيح وتضعيف الأحاديث الحاكم النيشابوري في المستدرك يقول هذا حديث صحيح ولم يخرجاه الذهبي في الهامش يقول لا هذا الحديث مو صحيح أخطأ الحاكم النيشابوري مثلا والآن تجي واحد يصحح حديث واحد يضعف حديث إذن القرآن بمتشابه لازم واحد يبين المتشابه الأحادث اللي في أيدينا فيها الضعيف والسقيم والموضوع وكل واحد عند الرأي حتى العلماء مختلفين بينهم فإذن القرآن والحديث لوحدهما لا يرفعان الخلاف لذا الله سبحانه وتعالى أمر الرسول أن يبلغ بأن الكتاب مقترن بالعترة وإنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض موسيقى اشتركوا في القناة